استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة أخنى خرليسخ رئيس جمهورية منغوليا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة وبحث سموه والرئيس أخنى خرليسخ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات ومنغوليا والفرص والإمكانيات الواعدة لتطويره خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وطاقة المتجددة بما يخدم مصالح همال مشتركة ويدعم التنمية والازدهار في البلدين كما تبادل سموه ورئيس منغوليا وجهة النظر بشأن عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان وفخامة أخنى خرليسخ تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين تهدف إلى تطوير تعاون المشترك